أتوجه لكم أنتوا رجال الإعلام بالشكر الجزيل وأنا أعلامي الدم يحن أنا أجل هناك هجوم عليكم لكن أنتوا بالنهاية صحفيين إعلاميين نعم أنا أيضاً إعلامي كنت أربعين سنة ولا زلت أمارس قد أصيبوا قد أخطئ يجبني أن أعترف أني أنا قد أخطئ أنتوا أيضاً نفسي تصيبون وتخطون لكن الخوف مو منكم أنتوا الخوف على المجتمع مو منكم أنتوا إعلام واضح رسمي كل واحد منكم عندنا الترخيص أخطأ خطأ كبير ينسحب منه الترخيص لكن الخوف من الحسابات الوهمية نعم الإعلام السوشال ميديا تواصل الاجتماعي مخطوف لكن والله ليس منكم وأنا أقول لكم رقم أخطائكم لكن الإعلام السوشال ميديا المخطوف من الحسابات الوهمية إن كانت الحكومة تريد أن تضرب بيد من حديد فعلى الحسابات الوهمية وليس عليكم هذه كما كان لازم أقولها الشيء الثاني في سنة في شهر سبعة سنة 1987 قلت أنا في بغداد مع رفيق دربي وصديق عمري فيصل الجناعي رحمة الله على في بغداد وكان معنا صديق عراقي نثق فيه كوي يعني كان يعمل بالكويت كنا في بغداد ونشوف صور طاغية صدام في كل مكان طبع العراق أيام صدام من أول العراق لآخر العراق صور صدام طاغية في كل مكان بغداد أكثر فيصل الجناعي بغازي قال حق صديقنا العراقي قال يعني وايد وايد فيه صور صدام كان يقول أشكد لا تودين نفسك بداهية وتودين نحن بداهية معاك هنا بغداد العراقي قال لي بس أنا قاعد أقول لك أنتوا توفيقي معنا قال الحيطة الطوفة لها أودان حاطين سماعات هنا بالعراق على أيام البعث وعلى أيام صدام الولد يتجسس على أبوه الأخ يتجسس على أخوه الزوجة تتجسس على أخوها ونحن نقول بالكويت الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الكويت اللي كل يوم تشرق عليها شمس الصباح أنا أول مرة أرشح نفسي والمرشح لمجلس الأمة أمامه طريقين طريق صعب وطريق سهل يطلع من انتماء طائفي انتماء عائلي انتماء قبلي ثم يبدأ يدغدق المشاعر أنا اخترت الطريق الصعب لم أأتي من انتماء طائفي ولا قبلي ولا عائلي أنا جيت من البلد البلد والله يا أخوان سهل علي أني أنا أقول معه أنا مع إسقاط القروض عن الكل شهل وشهل أني أنا أقول معه زيادة الرواتب للكل وغلاء المعيشة للكل وأيب الجمعية وحطب التنوين وأقول أنا مع إسقاط فواتي الكهرباء والماء لكن هذا لا يبني بلد وأنا أقول كل مرشح وقف فيهني قبلي وبعدي وراح يقول الكلام هذا والله سهل بناء البلد طيق صعب يحتاج احنا عندنا ستمائة ألف طالب الآن على مقاعد الدراسة من أولى روضة إلى آخر السنة في الجامعة يعني خلال عشرين سنة أنت تحتاج إلى خلق ستمائة ألف وظيفة تقدر تحتاج إلى قروض زواج سكن مناطق مخافر مدارس مستشفيات تعليم من قاعدة حذر البرنامج احنا في ديبراطية فريدة من نوعها ما عندنا أحزاب فانتخابات والترشيح فردي ما عندنا أحزاب وعندنا حكومة تسيطر على كل شيء وهي من علق الاقتصاد من إنتاج النفط إلى إنتاج بسكوت مالح في المطاحن هذا ما يبني بلد نحتاج إلى طريق جديد وأنا أقول حكي المرشح يقول هذا الكلام أنت إذا حالفك الحظ تصير مشرع أنت منتع مذيع لبرنامج ما يطلب المشاهدون هذا يقول أنا أبي مكلثوم أنت عمري هذا يقول أنا أبي لي للسهارة وصوت السهارة اللي عوضتوخي لا أنت مشرع تشرع قوانين ولا أنت مضرب المضرب شنو؟ المضرب يقدم فن فن جميل فن راقي لكن فن يقدم كلام جميل رحن جميل صوت جميل ويوقف على المسرح ويحتاج من الجمهور التفاعل لأنه يخاطب وجدان عاطفة الله أعيد أعيد لا أنت مشرع هذه رسالتي مو بس لكم كوسال إعلام رسالتي لكل ليس فقط الناخبين لكل أهل الكويت بناء الوطن يحتاج إلى طريق صعب الطريق اللي كنا نمشي فيه في إعداد الميزانية أسس المجتمع أكثر من الأساس لكن الأساس قوي الميزانية العامة إرادات وإنفاق إحنا عندنا ميزانية إنفاق ما عندنا برامج استثمارية والله اللي قاعد نسويه كل من أنا رأيي كل من يطرح اقتراح إسقاط القرون عن الكلب هذه ليس فقط كارثة أو كارثة اقتصادية بل هي جريمة في مالية الوطن جريمة في حق اقتصاد الوطن شوف الدول قاعد تترقى التطور يبدأ من الاقتصاد عندك اقتصاد قوي عندك بلد قوي لكن اللي قاعد نسويه سوينا هذا الكلام يجب أن لا يستمر أو أقول لك كل مرشح وأصيب وأنا أول شي اتقل الله في وطنك وشكرا لا لا هذا الكلام شكرا على هذا السؤال أنا أول شيء ألومكم أنا واحد منكم يعني أنا أعرف العنوان وشون يتركب العنوان اقتصار كلمتين وهذا ترى أنا ما عمري قلت أنا أشيل التموين يا جماعة يصير التموين حق الكل يصير التموين في بعض الأصناف اللي كانت موجودة التموين اللي أنا أعرفه وأطال فيه سلع أساسية والمحتاج ليس ما أقوله شخص ملياردير ومليونير وعنده بيوت يوقف عشان يأخذ عيش وسكر وعدس للمحتاج لأجب أن يكون عندنا هيئة بيانات وأنا أقول شيء ذكرني أنا أيضا أطالب فرض الضرائب على الشركات على كل من عنده راتب قوي كل واحد معاشر سبع تالاف ثمان تالاف حدثة بما فيه متقاعدين يا أخوان فيه متقاعدين يأخذون معاشرات استثنائية ثمان تالاف تسعة تالاف عشر تالاف أحد عشر ألف هذا أنا ما أقدر قانونه ما أقدر أني أنا ننزل معاشر لكن الأفضل علي ضريبة رجع من البعض اللي أخذته أنا لا يمكن أقف ضد المواطن البسيط لكن أنا ما أكون شيء اسم الكل في كل شيء في شرائح إسقاط القروض أنا ضد إسقاط القروض لكن أنا نعم أنا اشتغلت خمسة ثلاثين سنة في بنوك هناك من يقترض ويشتري بيوت بره شقق بره هناك من يقترض ويشتري سيارة غالية لا مو عن الكل إسقاط هناك تفاهم بين الداء والمدين يعني أعالج القرض وليس أسقط أعالج القرض وأخف عن كاهل المحتاج اللي فعلا تعبان من هذا لكن أنا لا يمكن أني أنا أطالب بإلغاء التموين عن الكل وكذلك مو ما أقول أيب الجمعية كلها وأحطها في التموين طبعا أنا الحكومات السابقة كانت حكومات يعني ما أدي والله شون أصفها كانت تمشي مشلس الحفاد حكومة ما عندها فكر حكومة يا جماعة تدرون أنا أضحككم هذه نكتة أنا ما أعتبرها يعني مبادرة جيدة حكومة تحط استبيان للمواطنين بالمونات مدوين ولا أونلاين اشتبون شون أولوياتكم حكومة عندكم أجهزة عندكم مستشارين عندكم موظفين وخبرة يعني يعني الوزير لم يليوم هو مو اليوم مو يليد عند التاريخ ستين سبعين سنة من خبرة الوزارة رح تسأل الناس اشتبون يعني أنت كم اتخذ قرار وزير ولا سمو رئيس الوزراء ولا أي وزير تقول حق واحد أنت اشتبي يعني ما تداني شون أبي أنت ما تبي توفر لي يعني آسف منابس ولا أنت تبي توفر لي خدمات عاملة للكل إذا أنت ما عرف تسألني أقعد ببيتكم لا تصير وزير شوف أنا أقول لك أول شيء أنا الآن عمري تعدية ستين وطول عمري بإذن الله صادق مع الله ومع نفسي ولا جيت هنا أخشان أخذ أحد صح أنا معاك يا جماعة أنا قلت قبل شوية دماراتية فريدة من نوح دماراتية فردية ما عندنا حساب ما عندنا حزاب وعندنا حكومة وهي من كل شيء يعني شنو بكل سهولة الحكومة تنجح ألف وتسقط بقى تعالي وبقى ألف بنجحك ابتح له الخزائن للوزارات بقى أنا أنت مزعدني أسقطك ودائماً سوفي مساومات بين بعض النواب في كل شيء أنا أتكلم عن البعض لأننا لا يجوز التعميم تدرون أني أنا خلال أربعين سنة شفت جرائم ارتكبها بعض النواب وأيضاً عشان الحكومة تبقى تشوفوا محطات كثيرة كانت مساومات وهناك من قال من النواب ومن الوزراعين لما يتركون المنصب يقول هناك استجواب بأجار بفلوس بمبلغ هذه كلها شفناها هذه موارسات قد تكون مقبولة إذا كان في حدود بسيطة هذه ضمنها دماراتية لكن لا دماراتية بدون أحزاب أو جماعات سياسية وخصخصة خصخصة طبعاً خصخصة العلمية مو بين يوم وليلة لكن أيضاً حكومة تهيمن على الاقتصاد حكومة بيدها أن تنتج النفط عندها المناقصات عندها الجيش عندها الشرطان عندها الوظائف عندها العصى والجزرة لا يمكن يستمر الشيء هذا والله شوف أنا أقول شي إحنا مدامنا تضينا بالانتخابات أنا أصلاً ألوم كل نائب وكل مرشح يعلن يقول أنا مع ألف ومو مع أبا ترى فيه شيء انتخابات سرية وفي مجلس من المجال السابق ارتكبوا جريمة مخالفة دستورية ما أقول جريمة مخالفة دستورية كان كل واحد حاط موبايل أو بار كود وينتخب ويطلع يفتخل يقول لا أنا ما عطيت هذا عطيت هذا الانتخابات سرية حتى انتخابات انتخاب رئيس المجلس لا تسألوا لأحد أنه مع منه تكون إذا فاز فلان ولا فلان لا هذه انتخابات سرية أنا من حقي حتى كناخب لما أنتخب أي مرشح ما لازم أقول هي انتخاب ويجب أن يعاقب القانون أما أطلع على البوديوم ولا يلحقنا صحفي أنت من معاه إذا وصل أفلان وأفلان البلد لا تقوم على ألف وباء يا أما ألف يا ما باء تدرون المجلس اللي فات شنو صار وأنا راح أقولها لأني يا أقول كل شيء بصراحة والله لا يهمني سواء أن أقول كلمة الحق ترى ما في انتخابات من غير أحزاب وما في انتخابات ومجلس بغير تكتلات المجلس اللي فات شنو صار كان فيه تكتلات كان فيه 48 تكتل من 48 عمركم شفته 48 نائب فيهم سنة فيهم شيعة فيهم يساري فيهم يمين يتفقون على رأي واحد الديمراطية اختلاف وجهات النظر وقضايا ثم مناقشة 48 واحد ليش فقط عشان يستبعد من مرزوق الغانم وأنا أقولها أنا لستم مع مرزوق ولستم مع أفلان مع أفلان لكن 48 بس مرزوق الغانم أنت وخرح أنت مانا بي هذا بأستحلفكم بله هل هذا عمل برلماني يبني وطن لنراجع أنفسنا وشكنا أنا أخذ من الوقت معيد بارك الله فيكم